موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق إخبارية مرحبا بكم استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليم اليوم بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن الصحفيين المحررين من سجون ميليشيا الإرهاب الحوثية وتعهد بجعل قضية الإفراج عن بقية الصحفيين أولوية ووجه الحكومة بتقديم الرعاية الصحية الكاملة للصحفيين المحررين من سجون ميليشيا الإرهاب الحوثية واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من الصحفيين عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري ورحارث حميد وأكرم الوليدي وهشام طرموم وحسن عنها بلا شهادات مجزة حول ظروف اختطافهم وإخفائهم وصنوف التعذيب الوحشية التي تعرضوا لها بأيدي قادة الميليشيا الإيرانية وتحت إشرافهم المباشر وأشاد الرئيس العليم بالصحفيين المحررين وشجاعتهم وصبرهم الملهم في وجه الميليشيا الإرهابية والمساهمة الفاعلة في إبقاء شعلة التغيير وهاجة نحو مستقبل تشارك في صناعته كافة القوى الوطنية والمجتمعية أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك دعم الحكومة لخطط التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة العدل بهدف تقديم خدمات نوعية وسريعة للمواطنين والمراجعين وشدد خلال زيارته لمبنى ديوان وزارة العدل في العاصمة المؤقتة عدن على دور الوزارة في دعم وإسناد السلطة القضائية في الجوانب ذات العلاقة وبما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وترأس رئيس الوزراء اجتماعا لقيادات وزارة العدل لمناقشة الاحتياجات وخطط العام الجاري وما تتضمنه من أهداف وأولويات تسعى الوزارة لتحقيقها كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشي الحوث الإرهابية لجرائم فضيعة وتطهير عرقي في حق أبناء حجور بمحافظة حجه وأكد التقرير الذي أطلقته منظمة إرادة لمنهضة التعذيب والإخفاء القسري أن راصل المنظمة تمكنوا من توثيق العديد من جرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها ميليشي الحوث السلالية بحق أبناء قبيلة حجور منذ بداية حربها عليهم في العام 2011 بدافع طائفي سلالي مذهبي وسعرض التقرير نماذج من الجرائم الإنسانية من الجرائم ضد الإنسانية الموثقة وجرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها ميليشي الحوثي بداية باستهدافها المباشر للمدنيين في القرى والعزل بالأسلحة الثقيلة والصواريف الباليستية وفق سياسة الأرض المحروقة ما أدى إلى مقتل أسر بأكملها من المدنيين أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني لمناقشة مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات النقدية وتطرق الاجتماع إلى خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة في ضوء استهداف ميليشي الحوث لموانئ تصدير النفط الخام قال وزير الإعلام معمر الإريانين استمرار ميليشي الحوث الإرهابية في تقويض جهود التهدئة وتعطيل المبادرات الرامية لوقف الحرب وإحلال السلام يكشف حقيقتها كعصابة إجرامية لا تستطيع العيش إلا في ظل الحرب أوضح وزير الإعلام في تصريح لأكالة سبا أن ممارسات ميليشي الحوث التخريبية تؤكد من جديد ارتهانها كأداة قذرة بيد نظام إيران لإقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة قالت مصادر حقوقية أن ميليشيا إيران الحوثية أغلقت يوم أمس مركز لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية الصافية بالعاصمة المختطفة صنعاء أوضحت المصادر أن أحد عناصر الميليشيا الإيرانية قام بإغلاق مركز عمار بن ياسر لتحفيظ القرآن الكريم في حي النور بمديرية الصافية بحجة أنه لا يتبع الميليشيا الحوثية اعتدت عناصر تابعة لميليشيا الإرهابي والتمرد الحوثية على نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب وقالت مصادر مطلعة أن العشرات من نزلاء السجن المركزي بمدينة إب تعرضوا للاعتداءات من قبل الميليشيا الإيرانية على خلفية رفضه متابعة قناة المسيرة التابعة للميليشيا الإمامية قال الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس إن الأوضاع في القدس وفلسطين تسير من سيء إلى أسوأ خلال الأشهر الأخيرة في ظل حكومة إسرائيلية هي الأكثر تعصبا في تاريخ إسرائيل جاء ذلك خلال كلمته في ندوة أقيمت بالعاصمة الإيطالية روما دعما لفلسطين بحضور نواب من البرلمان الإيطالي والبرلمان الأوروبي أوضح الشيخ حميد الأحمر أن القادة الأوروبيين يميلون إلى الثناء على إسرائيل في كثير من الأحيان بدون سبب واضح بينما يميلون إلى النائب أنفسهم عن المأساة التي حلت بالفلسطينيين وتجاهل معاناتهم أعلنت وزارة الخارجية انطلاق الرحلة الجوية الأولى لإجلاء اليمنيين العالقين من مدينة بورتسودان السودانية إلى العاصمة المؤقتة عدن وقالت وزارة الخارجية أن الرحلة تقل 179 مواطنا على مثل الخطوط الجوية اليمنية وأشرت إلى أنه سيتبعها ثلاث رحلات أخرى اليوم وغدا إلى كل من مدينتي عدن وصنع نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز حملة رقابية استهدفت ضبط الأسعار في الأفران والمخابز في المحافظة وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة بتاعز مصطفى الأديمي في بلاغ على صفحة المكتب في الفيسبوك إن اللجان الرقابية قامت بضبط عدد من الأفران والمخابز المخالفة خلال الأسبوع الجاري بدأ أكثر من 25 ألف طالب وطالب أداء الامتحانات الثانوية في محافظة تعز وقد دشنت قيادة السلطة المحلية لامتحانات الصباح اليوم الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب دشن وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي وصحراء عامر سعيد العامري امتحانات إنهاء المرحلة الثانوية للعام دراسي 2022-2023 بمديريات وادي حضر موت والصحراء استمع وكيل المحافظة من مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم خلال جولتهما في قاعة الامتحانات بثانوية بكثير البنات وثانوية الصبان للبنين إلى شرح عن إجمالي المتقدمين لامتحانات البالغ عددهم 5834 طالبا وطالبة تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريم المهني الأستاذ الدكتور خالد أحمد الوصابي سير العملية التعليمية والأكاديمية في جامعة سيئون بمعية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري وطاف الوزير بقاعة الكليات ومختبراتها والقاعة الكبرى ومكتبة حرم الجامعة إلى جانب عقده لقاءا مع قيادة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية تم فيه شرح الصعوبات التي تواجه الجامعة وتقديم الاستفسارات من قبل أعضاء هيئة التدريس دشنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريم المهني الدكتور خالد أحمد الوصابي في سيئون التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية وشهد الوزير الوصابي بجامعة القرآن وتميزها في التعليم عن بعد ومدى تقدم الجامعة خاصة في البرامج الإلكترونية والكتاب الإلكتروني والمنصات وقال إنها تسير بخطوات واثقة نحو مزيد من التطور عقدت بالعاصمة الموقتة عدن فعاليات الندوة الثقافية التي نظمها المنتدى الثقافي العدني بعنوان من أجل تعزيز دور المجتمع المدني والقى رئيس المنتدى أحمد حميدان كلمة أكد فيها أن هذه الندوة تعقد لتضع الجميع في مسؤوليتهم الحقيقية تجاه مدينة عدن مشددا على ضرورة ترسيخ روح القانون لعادة الوهج المدني لمدينة عدن باعتبار المجتمع المدني هو بوابة الدخول في عملية التحول السياسي وبناء الدولة والحكم الرشيد بحضور قيادات من السلطة المحلية أقام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة فعالية لتحفيز وتكريم الطواقم العاملة بالمحافظة بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض وشاد نائب ومدير مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية مبارك مزيون بالجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي بالمحافظة سواء في مستشفى الغيظة أو بقية المرافق الصحية بالمحافظة وقال مزيون إن مكتب الصحة يبذل جل جهده لمعالجة الإشكاليات التي تواجه الأطباء والممرضين بما يسب في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة